البعد الديمقراطي يعني طبعاً الديمقراطية كانت هدف أساسي للثورة من المبادئ الستة من المبادئ الستة كمان لها طبعاً لم تتمكن الثورة من إقام الديمقراطية حقيقية في مفاهيم الحقيقة وقتها كانت موجودة زي مثلاً فكرة الحزب الواحد بكل تأكيد ما فيش ديمقراطية بحزب الواحد دي فكرة شيوعية ما هي فكرة بس كان نص العالم كده يعني كان جوزء كبير جداً من العالم موجود بهذا الشكل وعليك ضغوط كبيرة جداً من يعني إحنا كان ثقافتنا كلها غربية حتى إحنا كأفراد يعني من التعليم والحاجات دي إنما جوم هم كل يعني الحقيقة قومهم التقدم في مصر قومهم الهدف بتاعت الصورة فكان نتيجة طبعاً إن مصر تجهت هذا الاتجاه إنما يعني أنا في رأيي إن ده كانت فترة يعني محدودة مفروض كان دايماً في تفكير في قضية الديمقراطية مالحقش الوقت لم يسمح الوقت حقيقةً لصورة ويليون نهضة لأنا أريد أن أقولك حاجة دايماً النظمة العسكرية بتعمل نهضة كبيرة جداً في البداية نهضة في البداية أي يعني لأن فعلاً عكونا متخلفين جداً في حاجة كثيرة ما ما تسيبك من الشكل العام أمو الأرض في التغيسة بس هو كان دا كان اللي بيمشي في الشارع يعني لازم يكون بيشتغل عند حد ما نفلاحين ولا اللبس جلبية بيتمسك فإنما البيئة الشعب كان فقر شديد كان فيه ناس بتمشي حافية كان فيه حتى جميع مشروع مشروع حفاء مقاومة العفاء فأنتي عشان ترفعي مستوى الطبقات الفقيرة بنجهد جداً بيتاخد في العمليين دخل طبعاً جداً